صباح الخير عن جديد وصلنا إلى جولة الصحافة مع حسام صباح الخير يا حسام صباح الخير عليكم وأذن صباح على متابعين بجولة جديدة في عالم الصحافة القانون الدولي يرفض ترحيل طالبي اللجوء أو منعهم من المجيء إلى الدولة التي يقصدونها بهدف الحماية هذا ما جاء على لسان مدير الاندماج والتواصل في رئاسة إدارة الإجراء التركية موقع تلفزيون سوريا رصد تصريح خلال مقابلة تلفزيونية معه على إحدى المحطات التركية والذي أكد من خلالها أن 65% من اللاجئين السوريين مقيمين تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا هم من فئة كبار السن والنساء والأطفال والأيتام والفئات المحرومة وعن القول المتداول حول مجيء شبان السوريين إلى تركيا وعدم حمايتهم لوطنهم قال أوك إن هذا الكلام ليس صحيحا أيضا تم ذكر تصريح ما أنه في كتير تعليقات عم تحكي أنه تم استقبال الشعب الأوكراني أكثر من السوري والشقار والثمار وهي فهو ذكر جملة حتى يعني بعد العنصرية وفعلا يكون الشعب التركي كله بعيد عن العنصرية لأنه نحن ما منطلع الشعر الأسود ألو عيون السود بإشاكل السوريين الحال الإنساني فحبيت هذا التعليق منه الأمانة وذكر أنه موضوع الهجرة واللجوء هو موضوع يعني من مئات السنين تماما أساسا على تركيا كان في كتير وافدين من غير دول من البلقان وبالغارية صحيح وما زال اليوم واستوطنوا بتركيا وصاروا جزء من المكون التركي بالإضافة لهذا الشيء ذكر من خلال المقابلة التلفزيونية صارت على قناة يوز عم بيقال أنه بازار ممكن سن أسد غير هذيك عم بيقول أنه أي إشكاليات حول ملف اللاجئين والهجرة هي بتاخدوها أو بتم حلها من إدارة الهجرة وليس عن طريق تصريحات وسائل التواصل هذا شيء كتير مهم لأنه هاي الأمور عم بتسبب أرق للاجئين سواء سوريين أو أي لاجئ موجود هون بتركيا وأيضا طرق العداد اللاجئين السوريين الموجودين أكد أنه 3.5 مليون سوري موجود تحت بند الحماية المؤقتة والأشخاص الموجودين بتركيا الغير بند الحماية المؤقتة كإقامة سياحية ومن أي دول تانية فهنن يعامل معاملة الأجانب بأوراقهم وبكل أمورهم القانونية رح ننتقل من تركيا إلى الداخل السوري الكثير من السوريين هذا العام لم يتمكنوا من إعداد المونة التي تخزن لفصل الشتاء وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتقنين الكهرباء وبحسب ما رصد موقع تلفزيون سوريا عن صحيفة تشرين فإن تحضير المونة الشتوية أصبحت تتحول إلى شيء من الماضي ونوأ من الكماليات ومعظم العائلات امتنعت عن تجهيز المونة للعام الحالي خوفا عليها من تقنين الكهرباء ولجأت إلى تخزين كميات قليلة وذلك لأن ساعات التقنين خلال العام الماضي أدت إلى تلف المونة بدأ كثير من المواطنين بارح كنا بنفس السيرة نور أنه كنا نموين الفول والبازاليا ونستخدمهم بالشتاء هلأ أساساً هلأ موسمون هلأ موسمون يعني بس في شغلات ما بتسرب الشمس يعني مثل البامة دبس الفليف للبندورة بتجفف على الشمس يعني هي ما تتعرض للخرب لكن مثل ما ذكرت الفاصولية البازيلة عم يخرجوا كل سنة بمونه و بكبوة تماماً غير أنه أسعار غالية يعني العربي الجديد عدت تقريراً عن الواقع الطبي شمالية سوريا عنونته سوريون إلى تركيا للعلاج نتيجة نقص في الخدمات التقرير سلطى الضوء على الواقع الطبي في المنطقة وتوجه الحالات المرضية الحارجة إلى تركيا لتلقي العلاج بسبب عدم توفره في شمال غربي سوريا مرضى القلب والسلطان وذو الإصابات الحرجة بالإضافة إلى الأمراض التي لا يوجد لها علاج في شمالية سوريا يتم إرسالها إلى المستشفيات التركية حيث يعمل معبر باب الهوى على التنسيق بين المستشفيات ومندوين عن وزارة الصحة التركية لإدخال هذه الحالات يعني مثل ما منعرف من فترة تم توقيف إدخال الحالات إلى الحالات الساخنة الباردة تم إيقافها هلأ رجعتني جديد لكن بشروط محددة اللي منها أنه ما في علاج بالشمال لكن في شيء لفتني هو فعلا عم يعلم منه الأهالي أنه أي شخص فوق 8 سنين ممنوع يأخذ معه مرافق بس هالطفل فوق 8 سنين صحيح ولكن وحتى معبر باب الهوى بالتقرير أنه وصلت الضوء على هذا الأمر وعلى هاي نقطة بالأخص فقالوا أنه هاي قوانين تركية نحن ما فينا ندخل فيها بالإضافة لهذا الشيء هو حسب الحالات يعني هنين حسب المعبر عم يقول ما بين 160 و200 حالة يوميا عم تدخل للتركية 30 حالة من الحالات الباردة أما الحالات الحرجة أو الحامية طبيا بيسموها فهي بتفوت فورا بالربع الأول من هذا العام ما يقارب 1100 حالة تم إدخال تركيا وعم بيتم التنسيق بين المشافي ووزارة الصحة التركية لأدخال هي الحالات طبعا القوانين والقرارات لأدخال حالات الطبية بشمال غربي سوريا بهاي المنطقة خاصة أنه فيه نقص كتير كبير بالمشافي فيه نقص بالمعدات الطبية بالإضافة لأزمة الكهرباء ومشكلة الكهرباء في بعض المناطق هي ما عم بتوفر أجهزة طبية للعناية فعم بيتم إدخالهم لتركيا لتلقي العلاج ولكن القوانين عم تتغير بين فترة والأخرى من كم شهر كان فيه قوانين كان ينعطى أنه ورقة لا يدخلوا لوقت منيح بعدها صار ورقة كل شهر بدا تتجدد ففايت مثلا بعمليات حريجة أو بأمراء حريجة فكيف يطلع ويفوت بس هذا الموضوع ذكرنا أنه موضوع 68 يعني طفل من 9 أو 10 أو 11 بحتاج لوالده لمرافق ذلك نور يعني كمان فيه ذكر أنه فيه سيدة مثلا دخلت للتعالج من الكانسر السرطان وما قدرت تاخد أي حدا من أولادها أنه يصل لزمان فيه حالات إنسانية كثيرة تماما يعني أنتوا لا تعطون كمالك أو مثلا يظلوا فترة طويلة لكن ما تنتهي من العلاج رجعوها ما فيه مشكلة بس هي بحاجة مرافق نفسيا أو مثل ما ذكر الكانسر بيحتاجوا الشيء معنوي يعني هذا يقف معك طبعا دعم نفسي أهم شيء طبعا رح ننتقل من أخبار المرضى وشمال غربي سوريا لا مدينة المدينة يعني يلا شوفي محميات طبيعية عندكم وشو صار فيها تقرير لمحمود عبداللطيف في موقع رصيف 22 صلط من خلاله الضوء على مدد أثثور المحمية الطبيعية في سوريا خلال سنوات الحرب وما تعرضت له من تحطيب وصيد للحيوانات ودمار حيث أصبح يستخدم بعضها كمقارا عسكرية محميتها جبل عبدالعزيز والقرنين شمالية سوريا أو شمال شرقي سوريا مثال على ما حل ببعض المحميات الطبيعية منذ سيطرة تنظيم الدولة إلى قوات سوريا الديمقراطية عليها وموقع جبل عبدالعزيز أصبح نقطة عسكرية حصينة نظرا لموقعه ولكثافة أشجاله وتعدد المغارات والكهوف فيه ومحمية القرنين ليست بأفضل حالا حيث نهبت من قبل من تعاقب على السيطرة عليها وأصبحت خاوية من الحيوانات وعرضة للتحطيب الجائر والحرائق الناجمة عن الإهمال يعني ذكرتني لغرين لو سمحت حفظا عم تصلحا نوركت له هي الغرين باللهجة المحلية ولكن كتابة معك حق يعني بهذا الشيء فنحن نجمع الكلف والكلفها معنا للجمهور السوري الغرين هي الغرين بصراحة كنا نروح عليها بالمدارة ذكرتني يعني بأيام الابتدائي لما كنا نروح على المحميات كانت يعني عندي عيد أنه أنا رايحة رحلة مدرسية ما عرف تتذكروا هاي الأيام أكيد كان عنكم كل المحافظات السورية بالفعل يعني طبيعة جميلة كنا نروح على غابة الأسد نحن بحلام شغل اسمها غابة الأسد هيك نروح عليها حرش بس ما كنا نحن نعرف الدينة الرياضية حكي لنا حكي لنا عن هذه المحميات أنا صراحة أول مرة هي طبيعة يعني أنت فيك تروح منيك تشوي محمية بيأخذوا عليها الطلاق فيك تروح بشكل عائلي يعني بتجمع الهواء الطلاق الطبيعة الجميلة وكنا نروح أيضا على قلاة جابر أكيد سمعني فيها كما نروح عليها لا تفوت ما بعض هلأ كيف صارت فصراحة للأسف الإهمال هلأ اللي تعرضت له هاي كنت سوريا والله صارت مهملة يعني كانت مهملة وتمهملة أكثر مثل ما ذكر تقرير أنه كان في شيء أكثر من مية وشوي نوع من الحيوانات نوع من الحيوانات والرزلان تحديدا صحيح تختفت للأسف بالصيد تم صيدة وفي منها تحوية المقارع عسكرية خاصة وسيطر تنظيم الدولة على منطقة الرقة وريف الرقة فخاصة في محميد جبل عبد العزيز هاي ما رحت لنا فحول لمنطقة لثكنة عسكرية خلينا نقول لتدريب الأطفال الصغار وهي إلى موقع مرتفع حسب التقرير أنه صعب هي كاشفة وما بتنكشف خلينا نقول وهلأ قوات سوريا الديمقراطية قصت حط فيها كمان مركز للبث الإزاعي رح نختم جولتنا اليوم بأخبار الفن صحيفة عنب بلدي نقشت مسلسل مع وقف التنفيذ قائلة أنه بخوض في العديد من القضايا والمشكلات التي يواجهها المجتمع السوري ولكن بقارب درامي اجتماعي ينشد الواقعية وينمسها دون أن ينجو من صور نماطية وطرحا غير مقنع في بعض الجوارب مقادير مسلسل مع وقف التنفيذ والتي تشكل دينامو الأحداث مثل شخصية البعث الانتهازي الوصولي والكاتب أو الصحفي المعارض الذي يتقاضى أجرى آرائه من جهات خارج البلد رغم اعتقاله لسنوات لم تنتزع منه روح المعارضة والبرلماني الشريف والبرلماني الفاسد والمسؤول المتحكم بمقاليد السلطة وضباط الشرطة الفاسدين ومزور العملة ومرأة من بيئة محافظة تحولت بين ليلة وضحاها إلى مغنية في ملاهن ليلية لكن هذه الشخصيات لا تسير بما يقنع مقدار رغبتها في تقديم ما يعري المجتمع وهذه الأعمال لقد امتعاض السلطات حين وبعد عرضها هو بتميز هذا المسلسل بجرؤة الطرح ممكن هذا اللي نجحه هو وصفيح ساخن يعني يامي الحجلي والكاذب الآخر سيف الدين السباعي إخراج يعني فيه اعتراض شوي على إخراج سيف الدين السباعي من بعض النقاط أنه ما فيش ربط بالأحداث بتحس الأحداث شوي صحيح بتحس بين مشهد ومشهد فيه حلقة مفقودة فيه حتى بالحوار في بعض الحوارات فيه ضعف أيهم يعني ما فينا نقارن مثلا بمسلسل تبع رشا شربجي رشا يعني إخراج جميل أمانة من ناحية النص ومن ناحية الإخراج وكمان عبي يمشي بيخليا نقول أنه بيستعرض الماضي ببداية كل حلقة قبل الخروج بيسميه من الحارة وبعد الخروج من الحارة لكن جمع بيناتهم المسؤول الفاسر المسؤول المنيح والبرلماني الفاسر والبرلماني الممنع نفس الشي نفس مسلسل شرشا شربجي شو كان اسمه؟ كسر عظم كمان يعني أنه بفرجيك أنه في عالم منيحة وعالم منيحة أكيد هذا الشيء ما وجود بالحياة لكن إحنا وصلنا لمرحلة أنه بدنا الحقيقة كما هي بنا نخلص خلصي أنا صح أنا أمبارح كنت عم أشوف المسلسل فلفت نظري في عباس ونول أخذ شخصية هوزان أو كوزان أو هوزان فإنه كيف بيجيبوا المولدة وكيف بيستثمر فيها بالأشخاص وكيف بيستغلهم يعني هاي الأمور الواقعية جسدة بشكل مباشر خاصة كنا نحكي عن قطاع الكهرباء وعدم وجود الكهرباء وهي عبارة عن مافيات صغيرة خلينا نقول أو عصابات صغيرة ولكن دائما بيجي الرامبو يعني الشخصية الطيبة المنيحة هي اللي بتخلص العالم من هاد الفساد دوات اللي حكي الحقيقة اللي هلأ ما شفناه مواقع شو رأيك أنت إيهان بهذا الأمر مزبوطة كونك متابع درامي يعني يخزي العين مسلسلات كلها ما بتعدي من تحت إيده فعلاً فيه متابع وفيه حب لأنه شوف شو فيه أعمال عما تنطرح بس مثل ما ذكرت يعني هو شوي صار نمطي بيشبه كتير اللي قبله اللي هو صفيح ساخن وحتى هو بيشبه بشكل أو بآخر حتى قسر عظم يعني تماماً هذا اللي أنا إذا طلعنا من الإخراج وطلعنا من النص تماماً هاي كانت كل جولتنا لليوم في عالم الصحافة بلقاكم بكرة بأخبار جديدة وجولة جديدة جوكراً حسن شكراً لك يا حسن حراك سعيد